عايز ارجع اقولك مجموعة يمكن من المعلومات على الدكتور شريف اسماعيل بخلافا انه هو تخرج سنة 1978 من كلية الهندسة قسم ميكانيكا جمعة عين شمس ودي كانت البداية بطبيعة الحال اتخرج واشتغل كمهندس في البحث والاستكشاف في شركة موبل حتى انه بعدها بدأ العمل في شركة MP سنة 79 قعد سنة مع موبل فضل من 79 لحد سنة 2000 مع MP الى ان وصل الى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو بمجلس الادارة بعد كده وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 ل2005 بعدها بقى رئيس مجلس ادارة شركة EGAS من سنة 2005 لسنة 2007 ثم رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الوادي القبضة للبترول من 2007 ل2013 2013 وتحديدا يوم 16 يوليو تولى مهامه كوزيرا للبترول في جمهورية مصر العربية واستمر وزير للبترول لحد يوم 18 سبتمبر سنة 2015 بعدها كلف كي يكون رئيس مجلس الوزراء المصري من يوم 19 سبتمبر 2015 لحد 5 يونيو 2018 بعدها اصبح مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وتحديدا من يوم 14 ستة 2018 زي ما كنت بقولك في بداية الحلقة ليه مجموعة من الانجازات لو عدناها هناخد وقت طويل تعالى نشوف ابرز انجازات المهندس شريف اسماعيل الله يرحمه ارتفاع التصنيف الاعتماني المصري بدء الاصلاح الاقتصادي في مصر زي ما كنت بقولك وبدء الاصلاحات الهيكلية والقرار اللي اتخذ في نوفمبر 2016 بتعويم سعر الصرف الى جانب قرار تحريك اسعار المحروقات وزيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية فالدعم يروح للي يستحقه وقت المهندس شريف اسماعيل تم اطلاق معاش تكافل وكرامة وقت المهندس شريف اسماعيل بدأنا مشروع اصلاح التعليم في مصر وقت المهندس شريف اسماعيل بدأنا اعادة تنظيم احكام البرنامج الخاص بطرح اسهم الشركات المملوكة للدولة او المساهمة اللي الدولة بتساهم فيها في الاسواق بحيث انه ندي دفع ونشاط للبرصة المصرية ويتم توسيع قاعدة الملكية وقتها اتعالج تقريبا حوالي مليون مريض من فيروس سي وقته بدأنا مشروع انشاء الاف الوحدات السكنية لاهلينا في المناطق العشوائية وتعمل لهم الاسكان البديل اللي عليه الايمة في وقت المهندس شريف اسماعيل انهينا الازمة بتاعة توفير الغاز الطبيعي والوقود والطوابير والانبيب وهلوم مجرة في وقته زاد انتاج الغاز الطبيعي بتحقيق كشف ظهر الشهير اللي كنا وقتها اكتشفناه في اغسطس عشرين خمستاشر ونجح وقتها المهندس شريف زي ما كنا بنحكي في سداد جزء كبير من مستحقات الشركات الاجنبية بعد زيادتها الاكتر من ستة مليار دولار في اغسطس عشرين طلعتاشر لو هنرجع بالزمن افتكر عنوين الجرايد كل الشركات كل وقفت شغلها وقالوا مش مكملين غير لما تسددوا الناس اللي بتشتغل في البترول بالتحديد المستحقات تركمت والوضع الاقتصادي شديد الصعوبة بدأ يشتغل المهندس شريف اسماعيل على خفض الماديونية دي ووصلها لاثنين وتمانية من عشر مليار دولار سنة خمستاشر بعد كده وهو رئيس وزراء نزل هذه الماديونية لتصبح واحد مليار دولار واكتشفنا زي ما كنا بنتكلم اكبر حقل للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بتعمل حقل زهر الشهير واعلنت شركة ايني الايطالية توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بيها في يناير 14 اذا كنت تفتكر ما هلناس بدأت تاخد مديونياتها الاتفاق ده هو حصيلة او نتيجة من مجموعة اتفاقيات وقعتها وقتها وزارة البترول وقت ما كان المهندس شريف هو وزير البترول المسؤول عملنا 65 اتفاقية باستثمارات كان حدها الادنى اكتر من 13 مليار دولار اتحفر 254 بير وتم بقى اطلاق استراتيجية وزارة البترول علشان مصر تتحول الى مركز اقليمي للتجارة وتداول الطاقة رحم الله الفقيد واكثر من امثاله رحم الله الفقيد واكثر من امثاله